موسيقى خزمة كبيرة وعاطق مسئولية كبيرة جداً بنتحمله إنما لما يكون فكرنا إن إحنا عايزين نساعد والهدف الرئيسي هو إن إحنا مش عايزين غير ابتغاء مرضات الله ربنا بيعنا لأنه أكيد ما فيش حد بيحاول يساعد مواطن أو إنسان وربنا ما بيساعدوش فكان ده شغلنا الشاغل النهاردة أو الظروف اللي إحنا فيها خاصة هي أكتر ما إحنا وأزمة بيعدي بيها المصريين اللي يحتاجوا فعلاً للمساعدة مسئلة كتير جداً بتجينا على صفحة دفتر أحوال في المتابعات في كل التفاصيل منهم المعاشات منهم التموين منهم الصحة كله بيسأل في الحاجة اللي عايزها إنما فيه قطاع مهم جداً جداً بيبعت لنا وبيبعت لنا بشكل هستيري ويومي وهو قطاع السياحة والكافيهات والمطاعم والأهوي ناس متضررة كتير من المهن زي ما قلنا في الحلقات السابقة مهن كتير اتضررت مهن كتير اتأذت زي ما فيه مهن استفادت من أزمة الكورونا كل دايماً الأزمة بتعدي على أي دولة في العالم فيه منها المستفيدين ومنها المتضررين أزمة كورونا في مصر تحديداً فيه منها فئات استفادت ناهين على الفئات الاستفادت وصلت لإيه كسبت إيه والموضوع ده لإني وعدت ناس كتير أن احنا نتابع ونتابع الموضوع مش بس أن احنا نقرأ أخبار لا نسأل أهل التخصص في الشأن ونشوف ونتابع معاهم ونشوف كمان المتضرر نفسه إن كان صاحب كافيه إن كان عامل إن كانت وزارة ملمة بالأمر وبتشوف إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيحصل يعني أنا مش عايز أطول عليكم في المقدمة إنما عايز أدخل في الموضوع عشان نشوف حل الموضوع إيه خليني دايماً ببتدي بأصحاب الشأن وأصحاب المشاكل أو أصحاب اللي تناولوا الأزمة نفسها فمعايا على الاتصال الأسترق الجيوشي أحد أصحاب الكافيهات المشهورة في مصر اللي ليه فروع كتير وهو من المتضررين وأصحاب الخبرة في هذا المجال خليني أقولك مساء الخير أو أسترق الأول أسحاب مساء النوري يمكن نكلمك تحديداً النهاردة علشان أنا أعرف إن حضرتك صاحب مجموعة كافيهات ومتخصص في الشأن قل لي بقالكو أربع شهور بتعملوا إيه بقالنا أربع شهور بنشحط أنت متخايل أننا عندك 300 موظف ومتخايل أننا عندك 300 مقفولة في مشاكل مبينك وبين ولكن الأماكن اللي أنت واخد منهم أرقام كثيرة جداً وإننا نعدي الأزمة مع الدولة بس الموضوع مالي يروح في حتة مش بيدي لك فرصة والحلول المقترحة الجديدة هتؤدي إلى خسائر برضو إن أنا أعمل تباعد على 2 متر وإن أنا أفتح لغاية وقت معين نشاط الكافيهات نشاط ترفيه اتبلغتوا رسمياً بالطريقة أو الإجراءات كلها مشورات بتنزل المقترح مقترحات فقط إنما لسه ما فيش منشور لسه ما جاش منشور رسمي بس إحنا لازم نعرف إحنا نشاطنا نشاط إلى حد ما ليلي طب ما ولو في حظر ساعة 8 ده معناه أن لازم تقاعد لأنه عندك ساعة 9 طب كلمني عن الفترة لأنه الفترة المقبلة هنسأل أصحاب الشأن فيها كلمني عن الفترة اللي فاتت عملتوا إيه مع المؤجرين مع العمالة مع غيره كلها أمور متوقفة ماشي على التفاوض الفردي وماشي على المساعدات الفردية ما فيش قانون ولا عرف حتى تحطى لغاية دلوقتي اه اجتهادات شخصية فقط كلها اجتهادات شخصية كل حالة على حد ما نقدرش نقول إن في حاجة باشين كلنا عليها طيب قولي العمالة أو الموظفين اللي في القطاع نفسه حجم التضرر بتاعهم ويلجأوا لكوا بشكل إزاي يعني عامل إزاي الناس قاعدة في بيوتها الناس بتشحب الناس قاعدة في بيوتها وإنت مهما كان قادر إذا كان في إعلامي مشهور جاي بيقولك لو عندك تروس خاف عليها هو وقف ودلنيا قدامنا كتير في أزمة فهو قرر لي بيخوتك مش بيطمنك يعني لأمور الفترة جاية محدش بيدي لك أمل إن انت ممكن لأمور ترجع تشتغل بشكل طبيعي بس أنا بقول إنه هو خايف أنا بقول إنه خايف على المواطن أكتر يعني طيب ما هونت خايف على المواطن بس هي الفكرة فكرة أنت ما تقدرش تقول إنه تشتغل غاية بتاع كذا ماشي خايف على المواطن أنك تزيب إجراءات فحية أنك تعمل تداعب نحن مدرش تقوله اشتغلها ساعة سبعة ولا ساعة ثمانية لأنه ده مش المشوات اللي بيشتغل ساعة ثمانية ده بيبتدي من ساعة ثمانية خلينا نعرف ونسمع صوت المسؤولين بعد متابعة حضرتك ونعرف وسطه لإيه وهل فيه منشور رسمي هينزل وهيتعمل في هذا الشأن ولا لأ وخليني أتابع مع حضرتك كل جديد بشكرك والسطر الجيوشي يعني كان معنا دلوقتي حالة من أصحاب الكافيهات في مصر وهو الشأن يعني اللي بيخص الناس الكتير طب سمعنا صوت الأصحاب الكافيهات أو المتضررين خليني دايما أدخل في الصميمة عشان المشكلة نعرف شائكة ولا لأ ليها حل ولا لأ إيه طرق التعامل معها خليني أشوف دلوقتي وأتابع الاتصال توصلنا للأستاذ عادل المصري رئيس الغرف والمشآت السياحية والمسؤول تقريبا على التفاوض تحديدا مع مجلس الوزراء بهذا الشأن مسائل خير يا أستاذ عادل أهلا وسهلا أهلا محضرتك شرفتنا الأول باتصالك الله يخليك مشاكل أول أزمة كبيرة بتمر بيها مصر صح؟ آآ آآ الحقيقة أزمة قوية جدا ممرناش بيها قبل كده خالف العالم كله بشي إحنا بس؟ أيه فعلا العالم كله طب إحنا اتعملنا إزاي؟ يعني خليني أسألك إحنا بقى يعني بالمستوى الشخصي أيه فعلا اتعملنا إزاي مع الأزمة؟ وتعاملتو إزاي تحديدا في يعني وزارة السياحة؟ اتعامل إزاي مع مجلس الوزراء في هذا الشأن؟ أيه آآ وزارة السياحة عملت اجتماعات كتيرة معنا وقدتنا الإجراءات الاحترازية اللي إحنا لازم نتباحها عشان نقدر نتباحها الإجراءات دي فيه منها اللي جيه من وزارة الساحة العالمية نظام الساحة العالمية وفيه إجراءات من وزارة الساحة المصرية وإجراءات من وزارة السياحة وبلورنا كل هذه في حوالي 23 نقطة قسمناهم حاجات مسئولية المطعم حاجات مسئولية العاملين اللي فيه حاجات مسئولية الجسد اللي بيجي وطلبنا ان احنا كل الاشتراطات دي تنفذ وهتنزل لجان تتأكد من تنفيذ هذه الاجراءات وتدي صلاحية للمطعم السياحي ان هو يشتغل طب خليني اجزأ كده بس مع حضرتك عشان اوصل للمشاهد او للمتضر او للمواطن الحالة كنا سمعنا ان فيه اجراءات او هيتم الفتح يوم 15 اللي فات بناء على ايه تم تأجيلها والمفاوضات اللي بتتم مع المجلس الوزراء ليه تأجيلها شوف حضرتك احنا كنا متوقعين يحصل الفتح يوم 15 لكن حضرتك عارف ان معالي دولة رئيس الوزراء عنده متخلات كتيرة عنده معلومات كتيرة بتيجي ما بتجناش احنا فهو ارتقى انها تؤجل تاني اسبوع او اسبوعين حسب الحالة اللي موجودة يعني هو بيجي له تقارير من جهات مختلفة قد يجوز ان هو ارتقى من الخطورة دلوقتي ان هو في ظل التزايد الاعداد الاصابات مثلا ممكن تزايد الاعداد ممكن اي حاجة تانية احنا ما نعرفهاش طيب لكن احنا نتمنى طبعا احنا نفتح في عارف وقت المنشآت بتعاني معاناة شديدة جدا من الاومال بطالة بطالة مؤقتة تقريبا بطالة طيب خليني اسألك سؤال تحديدا الاجراءات الاحترازية اللي المفروض يتعامل بيها يكون في الكافية تحديدا او في المطعم بعد فتحه باذن الله هل حددتها اه والزمت بيها مجلس الوزر او وزارة الصحة وزارة لا يعني ولانتو اللي بتلزموا بيها لا احنا اللي بنلزم بيها اصحاب المطعم اللي ينفذوها اه تمام طبعا على غرار ايه مثلا يعني مثلا اه الجست وهو داخلي لازم يعقم ايديه عند المدخل وبعدين احنا كمطعم بيعمل الترابيزات اثنين متر بقى ايه كل ترابيزة بقعد اه اثنين متر زائد على الترابيزة الواحدة ما يزيدش على ست اشخاص كل شخص يبقى بينه وبين التاني اه متر تمام ما يبقى في التباعد اه بنستخدم السحون احاديث الاستخدام استعمالها المرة واحدة يعني اه اه ده في حالة الرغبة لكن لو العمير رغب ان هو في اه الخدمة او الاكل يجي في الاطباق العادية متوفرة بس بنقوم بتعقيمها تعقيم جيد قبل ما بنقدمها طب خلينا اسألك فشقين في هذا الشأن يعني مبدئيا الجزء الرقابة اللي موجودة من وزارة السياحة على هذا الشأن هتكون ازاي الرقابة اولا بتكون في الاول قبل ما نبتدي نفتح بتنزل لجنة تشوف الاجراءات اللي مطلوبة اه منها بسلا امام الحمامات بتتحط علامات علشان في تباعد حضرتك واقف مستني دورك فتبقى واقف بعيد عن الشخص اللي قدامك او الوراق بسلا حاجات كده وبعد ما بندي شهادة بالصلاحية بالصلاحية بتنزل اللجان تفتش على استمرار تطبقها انا قازف انا هقطعك للاحظة ده معناها انه انه النهارده اذا قررنا مثلا مثال ان احنا هنفتح مثلا واحد سبعة كل كافية لازم ياخد موافقة صحية على حدة لوحده يعني اذا معناها انه واحد سبعة مش هيتم التعميم في فتح الكافيات لا عشان كده احنا هنبتدي من دلوقتي من يعني اقولك يمكن من بعد بكرة هنبتدي من نزل هذه اللجان ونراجع الاجراءات اللي تمت المطعم العمل الاجراءات هنشوف وضع الترابيزات هنشوف حاطط المعاقمات هنشوف الولاد كلهم لابسين الكمامات والقفازات هنراجع كل الحاجات دي في حالة اذا هو موافقة يعني الشروط منطبقة عليه نديله الرغصة شهادة صلاحية شهادة صلاحية وبعدين هتبقى مراجعات مفاجئة على المطاهم للتأكد من ان هي مازالت بتنفذ الاجراءات الاحترازية طيب ادي اول شيء خليني اتكلم في جزء التباعد ده جزء التباعد ده على المستوى الاقتصادي النهاردة ما درسناش لانه اصحاب الكافيات في رسائل كتير عندنا جدا بتقولك انه التباعد ده يعني هشتغل بنسبة 25% فالنسبة 25% مع الايجارات ومع المرتبات والمصاريف النسرية مش هتديني العائد اللي خليني بكسب والله دي بقى ناحية اقتصادية بتختلف من مطعم الى مطعم كل مطعم بيحاول انه هو يستفيد بكل مكان عنده يستفيد بالمساحة الكاملة اللي عنده فبتختلف من مطعم الى مطعم ما قدرش عممه مش عارف يعني فيه واحد المساحة بتاعته وبعدين هي المفروض المفروض هتبتدي 50% 50% مش 25% يعني ده خبر جديد لانه النهاردة احنا بننساق ورا الشائعات اللي موجودة على مواقع التواصل فالنهاردة ده حصري يعني 50% حد ادنى اه بصعة جدك ما هي ابتدوا احنا واخدين مثل بالفنادق الفنادق ابتدت 25% وبعدين ده لما نشد قاس زيدت الى 50% اعتقد يعني هذا ليس خبر ولا معلومة لكن اعتقد الشخصي انه لما دولة وترويس الوزر حيسمح بالفتح حيسمح بالفتح 50% على طول مراعاة للنقطة اللي حضرتك قلتها بالزبط كده على مسألة الدخل والمصاريف والانفاق فعلى اقل يطلع له عائد بعد الخسائر الكتير ما حدش عايز دلوقتي عائد عايز عائد بس يكفي مرتباته مرتباته انه ياكل ويشرب زي ما بيقوله بالبلد مش عايزين اكتر من كده الفترة اللي جايز كلام مصبوط طب عايز كلنا مقدرين طبعا طب عايز سأل سيابتك استفادنا او الوزارة السياحة استفادت من تجربة فرنسا ايطاليا المانيا من فتح الكافيات وغيره والله يقول انه ما نقدرش نطبق ما نقدرش نقول احنا مش فرنسا ولا ايطاليا صح احنا لينا طبع خاص ولينا كل بلد ليها ظروفها الخاصة صح فمقدرش يطبق وبعدها احنا لسه ما شفناش نتيجة الفتح بتاعت فرنسا ده ايه احنا نشوف الكلام ده بعد عشر خمستاشر يوم هل التجربة نجحت ولا لا مسمرة ولا لا ولا ليها سلبيات ولا لا كلام مصبوط لزادة الاعداد وبعد مشكلة صح ودي اخطر بقى ان حردك تفتح وتضطر تقفل تاني صح دي اخطر كتير يمكن دي هتسبب ازمة اكتر فانت عشان كده طب طب عايزين تفتحوا على هدوء اعصاب زي ما بيقولوا بالضبط بالضبط طب يعني انتو بتدوهم بتدوهم الدعم ما يفيد بالعملة المؤقتة اللي في هذا القطاع ايوة 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 العملة السابتة والعملة المؤقتة الاتنين اه طبعا طيب قولي يعني بموجب الحظر وعدم معرفتنا بانه هيتم امتداد للحظر ده وموعيده وتغيير موعيده هل ده هيأثر على فتح الكافية يعني النهاردة مثلا احنا بنقى في الساعة 8 او الحظر بي احنا بنكلم على المطاعم السياحية حسن حبيبت دايما بتقول الكافية الكافية اللي واخد رخصة السياحية كلام مصبوط كلام مصبوط والكافيهات اللي واخده اللي حصله على رخصة السياحية كلام مصبوط علشان ما عممش كلام مصبوط ايه بالضبط طيب النهاردة الكافيهات اللي واخده رخصة السياحة دي وهتفتح اه 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 موعيد الحظر اذا مثلا موعيد الحظر الساعة 8 او الساعة 9 امتدت هنلتزم بيها كلنا هنلتزم بيها ده قرار فوقي ده قرار دولة محدش اذا بتتكلم فيه صح طبعا طبعا كلنا ملتزمين بيه طيب قل لي اعيز اسألك بتتعاملوا ازاي مع الشائعات والبسطات اللي موجودة على على المواقع التواصل الاجتماعي لانه اشعاعات كتير بتطلع هل في اطار رسمي نقدر نوصل او المواطنين يقدر يوصل لطريقة الفتح والموعيد وكل التفاصيل دي عن طريق الغرفة غرفة المنشآت السياحية هي المسؤولة عن كل هذي هي اللي بتدي المعلومات هي حلقة الوصل ما بين الوزارة وما بين اصحاب المحلات وهي المعنية اللي هي المعنية بالمطاعم السياحية السياحية ده شق بعيد عن المطاعم اللي حصل على رخصة من الاحياء والاجهزة وغيره اه دي بعيد عنها دي حاجة خاصة بوزارة السياحة بالمحليات يتابعة المحافظات محافظات والمحليات والاجهزة ايهاي هل سؤال بقى النهاردة انا من من اللي قاعدين في الكافيه او الناس المرتدين على العادة في الكافيه او المطاعم السياحي ده ايه وما التزمتش بالشروط والالتزامات من وضع كمامة او من تطهير اعليه هل النهاردة فيه غرام علي او على المطاعم لا غرام على المطعم لأن مدير المطعم المفروض ما يسمح لكش في المخالفة يعني أنا كمدير مطعم وشفت جسد بيخالف الشروط علي أن أنا أمنعه أو أمنعه من الدخول أو أطلب منه المغدر طب إذا تعنت معي لا أصدق فيه مخالفة على المدير يعني أنا بمضي المدير أنه هو مسؤول على تنفيذ هذه الإجراءات ده عشان تديله آه ده عشان تديله التصريح وإذا تماد فيها فيها غلق للمنشأة ده كلام هاي يعني إحنا بالفعل عملنا ده طب عايز أسألك سؤال فيه منشور رسمي هيتم توزيعه على المنشآت الصحية طبعا طبعا فورا لما بتتأمل حاجتين بنبعث منشور رسمي بيقول الكلام يعني دلوقتي هنا آه تفضل وبعدين البركة في الصحافة بتنشر بسرعة جدا كل هذه والله كنت لسه أسأل حضرتك دور الإعلام أنت من وجهة نظرك إيه في هذه القضية تحديدا لا الإعلام الحقيقة ممتاز ومغطي كوي وإحنا دايما بنلجأ له أن صوت الإعلام بيوصل للناس كثير في وقت واحد ودايما يعني بنطلب من الإعلان أن يكون معانا يوصل صوتنا لكافة المسؤولين في كافة الجهات أن الناس بتعاني معاناة شديدة وتحملت مصاريف وتحملت مرتبات وتحملت إيجارات لمدة تشر ونصف صح يعني يمكن أنا أتفق معاك عاد البيئة أتفق معاك في هذا الشق لأنه النهاردة كان الموضوع كان سلاح زوحدين لمجلس الوزراء والوزارة السياحة في أنه فتح الكافيهات هو تضحية بالمواطن وغلقها هو أزمة اقتصادية بالنسبة له برضو فهو كانت أزمة وسطية بصراحة سلاح زوحدين بس أنا لما عملت تباعد والمكان اللي بياخد 101 حيبقات فيه 50 واحد بس بصفة مؤقتة مراعين كل الشروط لو حضرتك مشيت في الشارع هتلاقي أكتر من حتة مش مراعية كلام ده خالص صح وملهاش ضابط ولا رابط صح على الأقل ده قاعد في المكان ما بتحركش منه محكوم عنده قواعد عنده نفس بيت رأبه فهو قاعد مرتزم صح غير ما يبقى ماشي داخل محل ملوش أي شروط ولا تباعد ولا ضوابط ولا حد بيطلب منه حاجة صح طب قول لي أنا عارف إنه مش الشقة بتاع حضرتك اللي هو ما يختص بالأمور الغير سياحية أو اللي حصل على رخصة من السياحة إنما مسألك كده لا أبداً عضرتك عضرتك معالي الوزير السياحة اتكلم برضو معنا في الموضوع وقال المطاعم اللي هي غير سياحية أيوة وحتنفذ هذه الاشتراطات أيوة من حقها هتشتغل لكن مش هو اللي هتقرر الكلام ده طب تحصل على ترخصها ده منين مدام علي الوزير يتكلم ده تحصل على الموافقة المشروطة دي منين من الأحياء بقى لها جهة يا وزارة السحة تمام لهيئة السحة وسلامة المتزاق هي اللي تراقب علينا ده كلام جميل ده كلام جميل خب بال حضرتك أنا عايز أنور كل أصحاب المهنة أي أن كان ترخصهم هو إيه أي فأنا بأخذ دلوقات سبق من حضرتك يعني أنت بتطمننا وبتقول لنا أنه في خلال أيام بسيطة كام يوم هيتم التقديم بالفعل يعني نوصل لكل أصحاب المنشآت السياحية أنه هيتم التقديم في خلال أيام معدودة على حصول على ترخيص لا أنا مختلفتش في الفتحة أنا بتكلم على التقديم للحصول على شهادة صحية أو موافقة صحية صح كده المحلات اللي تابع المحليات تطلب منهم أنهم يطبقوا الإجراءات السياحية اللي احنا عملنا بظبوط ويبقى لهم جهة تراقبهم وتديهم الشهادة الصلاحية دي عشان يقدروا أنا قصدي أنه هو في خلال الخمستاشر يوم دول يتم الحصول على شهادة الصلاحية عشان لما ييجي معاد الفتح يكون جاهز بالضبط 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 طب ده كلام جميل جدا جدا نهاية يعني أنا عايز أسألك السيد الرئيس خمس سيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء كانوا بيرهنوا دائما على دور ووعي المواطن المصري أيها أنت معاهم في ده في موضوع المنشئات السياحية والكافيات ولا لا؟ والله أنا معاهم طبعا المراهن على الوعي مع المراقبة أما أنا لازم أراقب إذا لقيت فعلا الوعي كافي ومنظم ومحترم وبيطبق العجاد خلاص لو لقيته تهاون يبقى لازم أنا أفرض عليه الإجراءات الاحترازية لإني أنا خايف على باية الناس خايف على مجمل الشعب هتفق معاك موضوعا في هذا الشأن بشكر الأستاذ عادل المصري بشكرك جدا جدا شك نورتنا شك وطمنتنا رئيس الغرف المنشئات السياحية المنوط بالتفاوض والتعامل مع مجلس الوزراء علشان المنشئات السياحية واللي حصلة على الرخص السياحية طمننا قال لنا إنه واحد سبعة بإذن الله هيكون فيه فتح للكافيهات وللمطاعم اللي عندها رخص سياحية واللي ما عندهاش عندها الطريق بتاعها من رخص في الأحياء والأجهزة المحليات يعني إنما قبل واحد سبعة يحصل صاحب الكافيه والمطعم على شهادة صلاحية بإنه يصلح للتعامل في ظل ظروف الكورونا يعني يتعامل صحيا إزاي الشروط تنطبق عليه وكأنها رخصة مؤقتة الرخصة دي بتقول له أنت تمام افتح عشان الناس هنتطمن عليها عندك أمر مهم جدا بيهم قطاع كبير جدا من المصريين لا يستهام به إن كان عاملين إن كان أصحاب مطاعم وكافيهات أصحاب فنادق جوه القاهرة وبرع القاهرة كتير جدا جدا كان خبر وصبق من برنامج دطر أحوال ومن الأستاذ عادل المصري المنوب بهذا الشأن في وزارة السياحة عايز أقول لكم وأطمنكم جزء كبير بإذن الله مشكلته هتتحل ولو بحتى راتب ضعيف إنما يتغاضى عن فترة الكساد اللي عاش فيها العامل أو الموظف أو الشيف أو كل أصحاب المهن في هذا الشأن وهذا القطاع حابب أطمنهم وبإذن الله هنزلهم ما يفيد بدأ وطريقة التعامل وهنتابع مع بعض كل ما هو جديد مع وزارة السياحة لإن الموضوع حقيقي شائق جدا حقيقي فيه ناس كتير قاوة ضرت في هذا الشأن كل الموضوعات تباعا يعني هنرصدها يعني عايز أطمن كل الناس وكل المشاهدين كمان إنه جزء المعاش ومعاش تكافل وكرامة وهو مؤثر جدا ويمكن ناس كتير قوي احتاجت له أنا شايف إن الجزء ده بإذن الله هيتم حله قريبا حابب أطمن الناس لإن أنا على تواصل دائم مع وزارة الضامن الاجتماعي وما هو جديد في هذا الشأن من فتح وإعادة فتح معاشات موقوفة لإنه في معاشات كتير أصحابها بيبعتولنا بصفة دورية وقلنا لهم الطريق القانوني إزاي وبعتنا لوزارة الضامن وحاولنا نوصل وبنوصل الحمد لله لإنه النتيجة إنه في خلال فترة إنما إيه اللي مؤخر مؤخر الكورونا هي ظرفة عالمي وليس مصري هي مش حجج لإنه الدول العالم كلها بضرارة الدول العالم كلها اتقذف في هذا الشأن وهذه الجائحة والكارثة اللي مرت بيها بلاد العالم من كبير لصغير فليه هنتأخر لإنه المعاينات وفرق البحث اللي بتتأكد من أحقية صاحب المعاش للقيمة اللي بياخدها من عدمها دول بنقدمين برضو صعب علي أن ننزلهم أنهم يفحصوا ويدخلوا بيوت ويتأكدوا من أصحاب المعاشات ومن زويهم ومن أهليهم لإنه ده أمر خطير فلذلك تم التأخير لبضع الشهور بندعي كلنا بإذن الله أن الكارثة أو الأزمة أو الجائحة تعدي على خير نرجع لطبيقة الحال إنما والله العظيم أنا لا لية ولا ناقة ولا جمل زي ما بيقولوا إنما مؤسسات الدولة بتشتغل ما بتنامش عن قرب وعن كذب ما بتنامش من أول فخامة السيد الرئيس إلى أصغر موظف في المؤسسات أنا بقول والله الناس ما بتنام المسؤولين الكبار تحديداً ما بيناموش يمكن مديين القطاعات كلها أجازة للتباعد والظروف والإجراءات الاحترازية إنما كل أصحاب القرارات ما بيوينوش وما بيناموش أمر بجد يدعي للإستجراب الناس دي شغالة بقالها أربع شهور تقريباً ما بتريحش والله ابن الطمن والله ده شيء بيطمننا أنا متأكد إنها فترة وهتعدي على المصريين حابب أفكر كل المتابعين لينا على صفحة دفتر أحوال بالعربي دفتر أحوال على الفيسبوك أرقامنا موجودة للتواصل للشكاوى الاستغاسات يعني نقول الزملاء إحنا موجودين للمتابعة أي اتصالات لأنه أنا عارف إنه فيه اتصالات كتير بتجلنا فيه شكاوى كتير فيه استغاسات كتير بتجلنا من هذا الشأن إحنا موجودين بنوصل الصوت أزمة وهتعدي حابب أطمن كل المصريين أنا بدأ للتفاؤل لأننا متفاؤل خير أزمة زي ما عدت على دول العالم ده يمكن إحنا أفضل أداءاً من دول كتير كنا نحسبها متطورة كنا نعتقد إنها خارج التوقعات صحياً وتنظيمياً وخلافه إنما اكتشفنا إن إحنا أفضل اكتشفنا إن إحنا قطاع كبير جداً أكتر من تلتين الشعب عنده وعي أكتر ما عندوش همجية أكتر أكيد إلا ما رحينا ربي فيه قطاعات صغيرة ومناطق صغيرة مش مهتمة أو مش مدركة حجم الأزمة اللي كان بيمر بيها العالم كله إنما في القطاع المصري اللي إحنا شايفينه بالعين المجردة كتير فيه وعي كتير فيه التزام الناس شبه يتعودت يعني أنا من وجهة نظري بقول ربضرة النافعة كتير من المصريين ما كانش عندهم وسائل الحماية الشخصية والذاتية كان دايماً تلاقي الناس بيبقى معاك صاحبك مبارح بالليل وتاني يوم واخدك بالحضن وبيبوسك أمر كان غريب جداً الأزمة علمتنا علمتنا إيه؟ علمتنا نتعامل مع بعض بحرصة شوية بعيد عن أزمة الكورونا كانت سوء ثقافة خليني أخد اتصال من أستاذ مصطفى وأرجع أكمل تاني مساء الخير يا أستاذ مصطفى مساء الفول يا باش فضل مساء الفول يا ريس مساء الفول عليك يا أخي أنا عندي مشكلة والله بس مش بعيد عن كورونا الله يرضى عليك بعيد عن كورونا قلنا زيئنا من كورونا قلنا إيه المشكلة؟ أنا عندي مشكلة تقريباً الخط قطع أي حد عنده مشكلة إحنا ما ناشر إحنا مش فاتحين البرنامج عشان كورونا دي أزمة بتعدي علينا يعني بأصل لكل المصريين اللي متابعين لنا إحنا إن كنا بنتكلم لأنها الشغل الشاغل للمصريين دلوقتي في الفترة دي إنما يعني خليني بقول فيه اتصال الأول صال رجع أستاذ مصطفى قل معاك يا أستاذ مصطفى اتفضل يا باش أنا باني بيت لا تعريباً فيه مشكلة اتفضل تمام لأ أنا بانيت في الكورونا ولا بانيت في الثورة تمام وكانت عنده تقريباً أنا استوعبت شوية شكل المشكلة وأنا عارف كويس يمكن لأتكلم فيه لأن أنا بيجي لي أسئلة من هذا الشأن يعني وحاجات كتير من الموضوع ده وهي مخالفات المباني مخالفات المباني نزل بيها قرار في شهر خمسة اللي فات وهي التحول تحويل القضية للمحكمة العسكرية إزالة المبنى حتى سطح الأرض ومصادرة الأرض حتى سداد المخالفات وتم حصر قضايا والمخالفين ده كان بناء على تعليمات السادة الرئيس اللي قال أنا عايز على كل قضية متهم المخالف فين فين حق الدولة حق الدولة المخالفة بقول له مصطفى مش من المنطقي إن انت تقولي أنا مخالف ونتكلم بالقلب بإنه علشان انت مخالف في وقت معين ما قبل الكورونا إذا انت راجل في السليم برضو الدولة سهلت الأمر سهلت الأمر بوجود قانون تصالح تم العمل بيه وتم وضع آليات وشروط للتصالح مع المخالف فعندك الطريق والمسلك القانوني إنك تروح تقدم على مصالحة لتقنين المبنى إلا إذا إنه يكون المبنى أو المخالفة على أرض زراعية على أرض أملاك دولة أمور لا يجوز فيها التصالح معرفش شأنك إيه في هذا الموضوع إنما نديتك نبذة مختصرة عن هذا الشأن لأنه بيجينا كلام كتير فيها خليني أخد اتصال منه سعاد المساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا كنت بعبد معاش كرامة تكافلوا كرامة تمام وبعد كده راح يموقفين لي الأمر تمام بعد كده قالولي راح يعمل لكشف كنت عامل كشف طمبي تمام رحت المستشفى مرتين وبعد كده قالولي أنت متستحقش وأنا كنت بتعالج من الكب تمام قدمت تظلم ولا لح عملت تظلم وما يبلوهش حضرتك وقلولي عمل كشف ورق ومش ورق وعملت الورق وعملت جبت كشف طمبي من المستشفى وما أرضيش الدكتور يقبله ما هو أكيد فيه أمر معين يعني أكيد بش اضطهاد بش حالة مضطهاد أنت أنا وأقول لك والله أنا أتعالج من الكب وعندي فلاقص الكب وأنا ممشتغلش طيب خليني هتطلب منك طلب بس أنك تسيب لنا بياناتك وصورة بطاقتك على الصفحة صفحة دفتر أحوال وهنتابع ونشوف سبب الرفض إيه مع الوزارة والمعنيين إنما بإذن الله هنكون ده بعد الأزمة علشان نقدر نعرف منهم هنعرف مؤقتا إيه السبب خليني أخد صالة من أستاذ صارة مساء الخير فضالي يا فندم ايه قولي تاني بالراحة تمام صلاح سالم حضرتك من مدينة مصر لا أنا من سيدة عيشة من سيدة عيشة في صلاح سالم برضو آه تمام حاضر يا فندم حاضر حاضر يعني أكيد بنوعيدك لأنك بتكلمي يعني المصري والست تحديدا عندها دايما خوف على 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 ولاد منطقتها ولاد وأهليهم بشكرك أنا بشكرك بجد خليني أخد صالة من أستاذ سلمة بساء الخير فضالي يا فندم لو سمحت أنا أوجه الوزير التلبي والتعليم تفضالي وبالحقيقة هو كان يعني وبيقولي أنه عاوزي يقدم المصري في الحضارة ومجيني يتقدم وزي كده بسهو في حاجة عاملها من المليئي بناك كثير نحاو ناوي ما يبتش السنة وعادي سنة سنة مصري جيلة لطاعة سنة مخلامة من 2058 ده اللي هو من إعدادي للإنتقال سنوي ولا إيه؟ أيوة هو كان السنة اللي شاتف من سنة 18 الموجود يعني ما يبقى كل رص ده بقى من 2058 هقولك يا سلمة أنت عامدك كم سنة الأول؟ أنا عامدت 15 يعني أنت في تلتعددي؟ أيوة طيب هقولك يا سلمة هو الموضوع بيكون تنسيق وعلى حسب المجموعات كل سنة تختلف عن السنة اللي قبلها لأنه السنة دي حجم المجميع أو اللي حصلين على درجات عالية هو أكبر فبالتالي التنسيق بيعلق وده أمر طبيعي في كل السنوات وعلى مر العصور يعني مش مش مصطفة وأنه الوزير المسؤول عن هذا الشأن أنه علّى التنسيق لأمر ما أو لسبب في دماغه يعني فده أمر طبيعي مرت بيه كل عصور مصر يعني فأنت ما حصلتيش على المجموع ده ده نتيجة عدم اهتمامك بالمذاكرة أكتر في أنه زميلك وصلوا المجموع يدخلهم سنوية عامة يعني نتهم المسؤولين في حالة أن يكون الأمر فعلاً مصار جدل إنما لما يكون أمور روتينية مش على هوا البعض أكيد لازم أقف مع المسؤول وأكون في ظهره ده يعني ابتغاء مرضات الله فقط خليني أخد صالمي أستاذ عادل مساء الخير وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله مساء النور عليك منوّرنا ساعتك أنا قدمت عليك تكافل وكرامة ما أبطش ساعتك ما أبطش ما أبطش خالص تمام ساعتك قدمت جيد سيد الرئيس مشكوراً قال قال للعمالة المنتظمة وقال له ما أبطش تمام تمام جايل يا ساعتك أنا قدمت عليك 53 و 50 سنة أنا خاليك مع اسمان صناعة عالي 86 شغال حارس في مدرسة حارس حارس الغرفين في مدرسة تمام قال حالي ساعتك هاي الحال يا بيه الحال لنا حضراتك تقدم تظلم بالنسبة لتكافل وكرامة وتبعت لنا صورة البطاقة وإحنا هنتابع مع الوزارة إيه سبب الرفض أو سبب التأخير أو عدم الموافقة إن كانت عدم موافقة وبالنسبة لعمالة المنتظمة أكيد لأنه بيتم الصرف من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن اتباعاً فهنعرف إيه السبب بعت لنا على صفحة دفتر إحوال أو على الأرقام الموجودة على الواتساب بعت لنا صورة البطاقة وبياناتك مشاكل كتير بنتبعها بنحلها بنحاول نقف مع المصريين بقدر الإمكان صلاة كتير مشاهدات كتير في هذا الشأن بنحاول نرجع للبعض فيها بنحل لهم مشاكلهم إنما أرجع للجزئية أو للإطار التعامل مع الظرف اللي إحنا فيه إحنا مش موجودين وما كانش وجود البرنامج من سنة أو من اتنين علشان ظرف معين إنما كان عشان حل مشاكل عامة فكون الناس تتكلم في إنه إحنا الموضوع فقط موجه للكورونا لا هي ظرف طارق بتمر بيه مصر ودول العالم فبالتالي لازم نكون أكتر حرصاً على حقوق المواطن وعلى الوقوف جنبه خاصة إنه فيه قطاعات كتير زي ما قلت مسبقاً متضررة مأزية وقع عليها ضرر مادي وأدب كتير جداً فلازم نكون نحاول نقع بجنبها ده شأن المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين على حد سواء فعلاً بتلاقي أخوات أكبر دليل كان عندي رمضان مر في نفس الأزمة شفت قد إيه المصريين وقفين جنب بعض فطار سحور ناس دعمت بعض كتير جداً حتى المسيحيين شفت كتير منهم على المستوى الشخصي والإنساني والأخلاقي قد إيه ناس إخوات فعلاً لا دين إلا إن الناس المسلمين والمسيحيين هما مصريين أمر كان بيفرحني كتير جداً كان بيخليني أحس بأمل في بصيص أمل رغم إنه كنا ساعتها في النفق المظلم زي ما بيقولوا مش عارفين الطريق رايح فين يمكن النهاردة أنا مستبشر خير إنه خلاص دخلنا في مرحلة الزروة إذن بعد نهاية الكبوة طاقة الأمل والنور وبصيص الأمل هيجلنا وقتها كان الأمور أصعب وأشد غموض من اللي إحنا فيه دلوقتي خليني أقول وأتابع إن كل المشكلات بإذن الله لإني برد على التساؤلات اللي موجودة على صفحة دفتر أحوال تباعاً الناس اللي ما بردش على أسئلتهم أو خاصة في نطاق معاشات تكافل وكرامة ما هو إلا إنه وزارة التضامن فتحت الباب للاستعلام إنما مسألة الرجوع من عدمه هي مسألة هتاخد وقتها الفترة اللي جاية وهنرجع تباعاً نقول إيه القيود وإيه الشروط حتى حابب أبشر كل الناس إنه بعد الأزمة بإذن الله هيتم الفتح للتقديم مرة أخرى في معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة هو أنا أظن ومش أظن هو وضع السيد الرئيس لفئة كبيرة جداً استفادت منه يمكن حتى كان معاناً مدخلات في هذا الشأن وقلنا إنه 32 مليون تقريباً قدم على المعاش إذن لما أوصل حتى العشرة في المئة منهم بيتقادوا المعاش ده رقم كبير لا يستهان بيه رقم ضخم من الاقتصاد المصري بيخرج بواقع المنحة والإعانة إذن اقتصادياً أنا متطمد علشان رسالتي توصل لكل الناس المتشأمة الناس اللي عايزة توصل صورة سلبية رغم كل الظروف ورغم أربع شهور عجاف بتمر بيهم مصر وقعوا دول كتير اللي إن إحنا عندنا نمو اقتصادي شايفوا على الورق ومش شايفوا في الحقيقة أكيد هتشوفوا في الحقيقة لإن دي أزمة بيمر بيها العالم كله بإذن الله هنخرج من النفق ده للخير بإذن الله عايزة أقول لكل المشككين وكل الشماتين في كل القطاعات اللي عايزين يشمتوا في مصر في مرض في عدم الوصول لاتفاقيات معينة في 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 يعني اللهم اجعل كيدكم في نحوركم بإذن الله تمر الأزمة وإحنا أقوى وإحنا أكبر وإحنا بنساعد بعض ووقفين جنب بعض هنفضل في الخير وفي الأمل إلى أن يشاء الله بأعمارنا جميعا بشكر كل متابعين دفتر أحوال وبقول لكم هنشوف الفترة الجاية مع البرنامج تطور بإذن الله يخدم المواطن في صالح المواطن المصري يكون داعم لي ويكون أكبر وقفة وأكبر رد جميل للمواطن المصري من نطاق الإعلام بشكركم وبشكر كل المتابعين وبقول لكم صفحة دفتر أحوال موجودة معاكم 24 ساعة موجودين بالرد على الاستفسارات وعلى التساؤلات وعلى الاستغاثات وبإذن الله بنوصل أرقمنا كمان موجودة على الصفحة للتواصل من خلال الواتساب وغيره إن كنا بنقعد ساعة على الهوى هي مدة الحلقة إنما موجودين معاكم طوال الأسبوع بشكركم في نهاية لقاء معاكم وبقول لكم عشتم أماناً لمصر ودعماً لاقتصادها بشكركم جداً وبقول لكم أشوفكم الحلقة الجاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة